قناص من أهل الكتاب شجاع ورامي محترف وكان يرمي بيسارة هذا الشخص كان عنده خطة بأنه يغتال النبي صلى الله عليه وسلم مو الوحدة كان معه مجموعة وكانوا ناوين أنهم يغتالون النبي صلى الله عليه وسلم بس نهايتهم كانت جداً ما تتوقعها في هذه القصة محاولتين لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم أما المحاولة الثانية فما تتوقع كيف نجى النبي صلى الله عليه وسلم منها كانت خطة اغتيالهم للنبي صلى الله عليه وسلم بتنجح بس الطريقة اللي نجا فيها النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر معجزة أسلم بسببها بعضهم وفي هذه القصة معركة انتهت بتهديم الأعداء بيوتهم بأيديهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب العالم كيف حالكم؟ إن شاء الله أنكم بخير وموركم طيبة ومجهزين لكم سوفرة الأكل بس إن شاء الله أننا ما نكثر يعني قبل ما نبدأ قصة اليوم إذا ما شفت المقطع اللي قبلها أنصحك أنك تروح تشوفها عشان توضح لك الصورة لأن أحداث القصة هذه مرتبطة ارتباط قوي بالقصة اللي قبلها فعشان توضح لك الصورة ارجع تابع المقطع اللي قبلها جاهز لك شي تاكله ولا تنسى تتابعني في كل السوشيال ميديا أكتب أنا ساكل بإذن الله رح أطرع لك وخاصة السناب عشان تعرف متى الحلقات تنزل بدون ما نطول عليكم بسم الله نبدأ في قبيلة في المدينة اسمها بن النظير كانوا عايشين في المدينة كانت هذه القبيلة مو على دين قريش وبقية المشركين اللات والعزة والأصنام بالعكس كانوا ضد هذه الأصنام كان دينهم دين سماوي ما رح أذكر اسمه وأنتوا عارفين أن الأسباب يعني أنتوا عارفين ما يحتاجون لكم لكنهم كانوا من أهل الكتاب يأكلون ويشربون مع بعض يشترون من بعض والأمور زي الفل طبعا كان بين المسلمين وبن النظير زي الحلف والعقد والهدنة ما يحاربون بعض ويتعايشون مع بعض على أن المسلمين يوفرون لهم الحماية وبعض الخدمات يعني كانوا المسلمين يخدمونهم في الحماية والأمر على بعض الشروط اللي اشترطوها المسلمين أنهم يوفرونها هذولا بن النظير أنهم يساعدون المسلمين في أموال الديح أي ديح في الديات بشكل عام كانت الأمور كويسة بينهم حتى أن بعض هذولا بن النظير كانوا يجيون للنبي صلى الله عليه وسلم يسألون النبي في بعض الأشياء اللي في الآخرة مثل متى يوم القيامة متى الساعة ايش راح يصير يوم القيامة وفي أحاديث صحيحة مذكورة أظن في صحيح البخاري كانوا يعرفون بداخلهم أن هذا محمد نبي الله سبحانه وتعالى ولكن بداخلهم غيره يعني وكان في بعضهم يأذي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بشكل عام بس بعد ما قتل عمرو بن أمية الأثنين اللي قابلهم هو راجع للمدينة كانوا هذولة الأثنين في أمان النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أمنهم من القتل فوجب على المسلمين أنهم يدفعون دية لبني عامر لأنهم كانوا من بني عامر كانوا من أهل نجد فوجب على المسلمين دفع الدية مو خوفا من بني عامر بس الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا قبل أمر بهذا وبما أن الدية على المسلمين فوجب على بني النظير أنهم يساعدونه بناء على العهد اللي بينهم فالنبي صلى الله عليه وسلم راح لبني النظير يطلبهم هذه المساعدة فراح النبي صلى الله عليه وسلم لبني النظير ومعه مجموعة من الصحابة وكانوا الصحابة من الأنصار والمهاجرين ومنهم أبو بكر رضي الله عنه وعلي وعمر رضي الله عنهما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء واللي معروف في المدينة حاليا فصلى ركعتين مع الصحابة وبعدها راح لبني النظير يسألهم هذه المساعدة فقالوا بني النظير للنبي صلى الله عليه وسلم نعم يا أبا القاسم نعم نساعدكم نعينك على ما أحببت انتظر بس هنا وراح نجيب الأموال ونرجع لك فجلس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة واستندوا على بيت واحد من بني النظير يعني صار جدار بيته وراهم متكئين عليه كانوا ينتظرون هذه الأموال بني النظير رجعوا بينهم واجتمعوا وقال واحد فيهم اسمه إنكم لن تجدون الرجل على مثل هذه الحالة استوت كده جانا محمد وهو طالب طلب جاينا يطلب وجالس عند بيت من بيوتنا يعني استوت من منكم رجل يعلو هذا البيت ويلقي عليه صخرة ويريحنا منه يعني كانت خطتهم أنهم يغتالون النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل بينهم كان اسمه سلام قال يا قوم أطيعوني هذه المرة وخالفوني الدهر كله والله لا إن فعلتم ليخبرن بأننا قد غدرنا به وإن هذا نقض للعهد فلا تفعلوا فقام واحد اسمه عمر مجحاش وقال دوروا لي صخرة بسرعة دوروا الصخرة الحين أنا اللي بطرعوا يا سلام ترك تفكر كثير أفكارك يعني مهب عجبتني أعطوني الصخرة أنا بأعلو هذا البيت وبألقي عليه الصخرة وأوريحه كمه سحبوا على كلام سلام وسمعوا لكلام ابن جحاش أخذ الصخرة هذه وطلع فوق البيت من دون ما أحد يسمعه وشل الصخرة خلاص الصخرة فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم بس يفوق كده وهو شايل الصخرة النبي صلى الله عليه وسلم فجأة استأدن من الصحابة وقال لهم أنا بروح أقضي حاجتي عمر بن جحاش الحين فوق البيت وشايل الصخرة والنبي صلى الله عليه وسلم قام يقضي حاجته فجأة فنزل بن جحاش من على البيت نزل بسرعةه قبل ما يدري أحد بأنه كان عنده هذه الفكرة لأنهم لو عرفوا أصحاب محمد بيقضون عليه هذه ذا ما قضوا على بن النظير كلهم فقال واحد منهم ألقوها على واحد من الصحابة فقالوا لو قتلنا واحد من أصحابه ما استفدنا شيء هما أصلا يستميتون من دوني يفدون أرواحهم فإش بنستفيد حنا لو قتلنا واحد كل اللي بنسويه بنخرب على أنفسنا الحلف اللي بيننا وما استفدنا شيء وظلوا أصحاب محمد يستميتون من دونه فيا نقتل محمد يا بلاش فقام رجل بينهم اسم كنانا قال أتدرون لما قام محمد قالوا لا والله ما ندري وما تدري أنت أصلا إش يعرفك قال بلى والتوراه لا أدري قد أخبر محمد بما هممتم به من الغدر فلا تخدعوا أنفسكم والله إنه لرسول الله وما قام من مجلسه إلا إنه أخبر بما هممتم به من الغدر وإنه لآخر الأنبياء وكنتم تطمعون أن يكون من بني حارو فجعله الله حيث شاء وإن كتبنا الذي درسنا التي لم تغير ولم تبدل إن مولده مكة وإن دار هجرته يثرب وصفته بعينها ما تخالف حرفا مما في كتبنا فقالوا صدقت فقال لهم فهل أنتم مسلمون فردوا عليه لا نفارق التوراة ولا نفارق عهد موسى فكانوا عارفين بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي مرسل من الله سبحانه وتعالى ولكنهم رفضوا الإسلام طبعا الصحابة رضي الله عنهم لا زالوا جالسين في نفس المكان عند هذا البيت ما يعرفون عن أي شي حصل وهم جالسين استبطوا النبي صلى الله عليه وسلم طول عليهم الرسول فخافوا عليه فقاموا يدوروا له يدورون يمين يسار ما ليقين النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا يشلون أشياء في أيديهم خايفين إنه يكون في غدر وإن النبي صلى الله عليه وسلم غدر به فخافوا خوف شديد فشافوا واحد جاي من المدينة فعلطوا المسكو وقالوا له فقال لهم نعم رأيتوا على مشاري في المدينة طيحوا الصحابة اللي في أيديهم وعرفوا إن المسألة فيها شيء النبي صلى الله عليه وسلم ما تركهم زي كده ورجع المدينة بالسرعة دي إلا إن المسألة فيها أمر بس أول ما دخلوا المدينة لقوا الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة فسألوا النبي عن اللي صار فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاه جبري وأخبره بغدره وإن في واحد شايل حجر فوق راسه اسمه عمر بن جحاش كان يبغى يغتال النبي صلى الله عليه وسلم فالحين عرف النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء اللي كانوا يخططون عليه وعن خطة غدرهم ومن الشخص اللي كان يبغى يغدر فيه فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلم واحد من الصحابة رضي الله عنه أرسله برسالة لبني النظير ومحمد بن مسلم هذا كان بينه وبين بني النظير قرابه موده وصحابه حتى كان يعرفه مصبوط فأرسله هو بالذات وأول ما جاهم بالرسالة قال لهم جيتكم برسالة من رسول الله فقالوا إيش اللي في الرسالة؟ وإش فيه هو قام كده بسرعة مستعجل إش فيه عجول للدرجة دي قال لا ما بقول لكم الرسالة الحين قبل ما أقول لكم هذا الرسالة بذكركم بشي حصل قبل كده قال تذكرون جيتكم في يوم من الأيام كنت جيعان فخيرتموني أني أدخل دينكم فقلت لكم لا ما أبغى دينكم بس إذا عندكم طعام أكل منه أطعموني وهذا الأمر كان قبل الإسلام فقلتم لي ما يمنعك من ديننا إلا أنه هذا الدين كأنك تريد الحنيفية التي سمعت بها كأنك تبغى تصير حنيف ولا شيء فقلتم لي بأن فيه نبي بيطلع من جهة اليمن وأنتم في المدينة في عينه حمره وعلى عاتقه السيف وينطقوا بالحكمة تذكرون هذا الأمر فقالوا بني النظير اللهم نعم فقال لهم خلصت كان بس أذكركم بهذا الأمر أتأكد بس أما الرسول صلى الله عليه وسلم في قلكم أنكم قد نقدتم العهد الذي جعلت لكم بما هممتم به من الغدر ويقول أخرجوا من بلدي وقد أجلتكم عشرا فمن رؤية بعد ذلك بربته عنقه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون يأخذون أموالهم وتبقى ديارهم لهم انصدموا كلهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف لأن كان مستحيل أحد يعرف كان الأمر بالدسة يعني فقالوا يا محمد بن مسلمة ما كنا نرى أن يأتي بهذا رجل من الأوس قال محمد بن مسلمة تغيرت القلوب وقفى محمد بن مسلمة ورجع للمدينة انصدموا بن النظير بأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف بكل شيء يوم وصلتهم هذه الرسالة قاموا بن النظير يشلون عفوشهم عشان يخرجون من المدينة فجأة إلا يدخلهم رسول من المنافقين اللي كان على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلون وكان مع هذا الرسول سويد وداعس اثنين من المنافقين الكبارية زي ما يقولون مجموعة من المنافقين برسالة من عبد الله بن أبي رأسهم فقالوا يا بني النظير يقول لكم عبد الله بن أبي لا تخرجوا من دياركم وأخيموا في حصونكم عندكم حصون فإن معي ألفين من قومي وغيرهم من العرب يدخلون معكم في حصونكم فيموتون عن آخرهم قبل أن يوصل إليكم ما عليكم حنا بن قاتل إلى آخر نفس عنكم ويمدكم حلفاؤكم من غطفان يعني بينساعدكم حنا والمشركين وغيرنا بينساعدكم بينساعدكم بالأموال وبالجيوش ما عليكم بس أصملوا وكانت لبني النظير حصون كبيرة وداخل هذه الحصون الماء لا ينقطع مجاري موية ما تنقطع فقالوا بني النظير عندنا من الأكل ما يكفينا سنة كاملة نعبي بيوتنا بالأكل ونقفل علينا حصوننا وعندنا الماء ما ينقطع ومستحيل أصلا محمد يحاصرنا لمدة سنة كاملة بعد ما تناقشوا بينهم البين تشجعوا واللي شجعهم أكثر وعد المنافقين لهم بأنهم بيمدونهم بالأسلحة وبالأموال قالوا بس خلاص وزي ما قلنا محمد ما بيقعد يحاصرنا سنة كاملة فأرسل سيد بني النظير برسالة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها محنا طالعين وسول لي في راسك افعل ما بدى لك محنا طالعين من حصولنا وص هذا الشخص اللي أرسله بالرسالة إنه يمر على عبد الله بن أبي بن سلول يذكره بعهدهم ويستعجله في الألفين اللي وعدهم الألفين مقاتل فراح هذا الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له محنا طالعين وسول لي في راسك افعل ما بدى لك وقف النبي صلى الله عليه وسلم وكبر فكبروا الصحابة كله فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم شخص يخبر أهل المدينة بأنهم يستعدون للحرب وتوجه هذا الرسول بركب ترتجف لعبد الله بن أبي بن سلول يذكره بالعهد وكان لعبد الله بن أبي ولد اسمه عبد الله بن عبد الله وكان من خير الصحابة كان شخص عابد من العبات يعني شخص فيه خير رضي الله عنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لقي ولده وهو مجهز بالأسلحة فعرف أنه قد وصل له الخبر وراح هذا الرسول عبدالله بن أبي وقال له ترى خلاص تم الموضوع وحنا جاهزين للحرب وأتمنك تعجل لنا بالألفين اللي وعدت هنا فقال عبدالله أبشر أبشر الحين الحين جايناك في الطريق والله ممكن حدتم سابقوكم للحصن أنت لو رجعت الحصن الحين من كنت تلقاه موجودين أنا بجيون لكم بس ارجع ارجع الحصن وإن شاء الله الحين بس ثواني إن شاء الله وكذاب بس يبغى يصرف هذا الرسول وتجمعوا المسلمين حول حصون بني النظير فكانوا بني النظير يرمون بالسهام والحجارة من خلف الحصون وكانوا في وقتها ينتظرون دعم عبدالله بن أبي وين الدعم وين الناس يا عبدالله بن أبي يعجل علينا فكانوا ينتظرون الدعم اللي ما جاهم في الأصل وكلها كانت يعود كاذبة والمسلمين جالسين لهم محاربينهم ومحاصرينهم وكان للنبي صلى الله عليه وسلم قبة قبة يتجمعون فيها الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يتشاورون في الخطط الجاية كانت هذه القبة بعيدة عن الحصار بعيدة عن الأمور هذه كاملة بس كان فيه واحد من بني النظير عينه على هذه القبة كان اسمه عزوك وكان شجاع جريء وقناص يرمي بيده اليسار شخص إذا رمى ما يخطئه وكان في العرب زمان نادر اللي يرمون بيدهم اليسار الأغلبية يرمون باليمين فكان من الناس النادرين جدا وكان مقاتل شرس وشجاع جدا فكان يقاتل المسلمين وعينه على القبة كان يبغى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في القبة وهم جالسين يتشاورون فجأة إلا سهم يدخل عليهم من القبة دخل السهم في داخل القبة مع أن القبة كانت بعيدة جدا خرجوا الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي بأن القبة تتوخر شوية ترجع شوية وتبعد عن الحصار عشان يقدرون يركزون ويتشاورون مزفوط فجلسوا بني النظير يحاربون ولا زالوا ينتظرون دعم عبدالله بن أبي اللي خلاص في الأخير يأسوا منه وعرفوا بأنه كذب وأنهم تورطوا في المسألة اللي هم فيها جاء الليل ولا زال المسلمين محاصرين حصونا ويوم أظرم الليل فقدوا المسلمين علي بن أبي طالب فجأة رضي الله عنه ما لقيه يدورون هنا ما يلكون علي داخلوا القبة ما لقيه علي جلسوا يدورون يبحثون في كل مكان إذين وصلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا النبي فقال لهم النبي دعوه دعوه فإنه في بعض شأنكم ما هي إلا لحظات اللي علي رضي الله عنه يدخل على المسلمين وبيده رأس رجل والرجل هذا هو عزوك اللي رمى قبة النبي صلى الله عليه وسلم عزبك هذا قد طلع في مجموعة من أقوى وأشجع بني النظيم يبغون يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم بس شافهم علي فتوجه لهم بنفسه راح علي رضي الله عنه لوحده أمام هذه المجموعة فدخل فيهم مثل الأسد فضرب عنق عزوك فطاح رأسه في الأرض فهربوا البقية شردوا يبغون يرجعون الحصن فركض وراهم علي بس ما أمده فأخذ رأس عزوك ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم عشان ياخذ مدد من النبي ويلحق هذه المجموعة قبل ما تدخل حصونها فقام أبو دجانه وقال أنا لها يا رسول الله وانطلق أبو دجانه وعلي فجابوا روسهم كلهم قبل ما يدخلون الحصن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ترمى رؤوسهم في البيئار مرت الأيام والحصار لا زهر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع نخيلهم وتحرق عشان يخافون زيادة ويخوفهم بهذا الأمر وخيل بأنه النخيل غير المثمر في يوم شافوا بني النظير هذا الأمر بدت النساء تقطع منابسها وتلطم وبث الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب فأرسل سيد بني النظير للنبي صلى الله عليه وسلم رسالة فك عنا الحصار ونحن نعطيك الذي سألته ونخرج من بلادك يعني بنشيل أموالنا وأنفسنا ونخرج من المدينة كاملة بس خلوا لنا ديارنا ونخيلنا لا تحرقونا فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لا أقبله اليوم ولكن أخرجوا منها ولكم ما حملت الإبل إلا الحلفة يعني خذوا فقط ما حملت الإبل من أموالكم فقط والبقية للمسلمين ولو أسلموا فقط أمنوا لهم ديارهم وأموالهم بس فقط أسلموا بس سبحان الله الكبر الكبر تغلغل في القلوب وكان في بني النظير رجلين يامير بن عمير ولد عم ابن جحاش اللي كان يبغير يرمي الصخرة على النبي صلى الله عليه وسلم والرجل ثاني اسمه أبو سعيد بن وحب كانوا يتناقشوا مع بعض كانوا يقولون والله إنك لتعلم إنه رسول الله فما ننتظر أن نسلم فنؤمن على دماءنا وأموالنا فنزلوا في الليل في نص الحصار فأتىوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا إننا نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير ونكفر بما سواه من الكتب والرسل بس نؤمن فيك وبموسى وعزير بس الثلاثة أحاثة أولا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل آمنوا بالله ورسوله محمد والقرآن وبموسى والتوراة وبكل كتاب قبلها فقالوا نفعل ذلك فأسلموا الاثنين وأمنوا على ديارهم وأموالهم وحلالهم بس بإسلامهم بس هذلك ما يبقوا هذلك الكبر تغلغل فيهم فقاموا بن النظير يشيلون أموالهم على الإبل عشان يخرجون فكان الواحد ما يخرج حتى يهدم بيته إليه عتبة داره يعني يمسحه في الأرض وياخذ حتى الخشب اللي حقه عتبة الباب ياخذه معاه عشان المسلمين ما يستفيدون فكان المسلمين حتى يساعدونهم في الهدف يعني كان الواحد يهدم بيته من هنا والمسلم يساعده يهدم بيته معه عشان يحسسونهم أنهم غنيين عن بيوته فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليامين اللي هو التعم ابن جحاش اللي كان يبغير من الصخرة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألم ترى ما لقيت من ابن عمك وما هم به من شأني فقام ابن يامين وأعطى رجل شيء من المهن خير بأنها عشرة دنانير فجاب رأس ابن جحاش قتله فأخرج أكثر بني النظير لخيبر وبعضهم راح لقريش في مكة وحزين المنافقين لخروج بني النظير حزن شديد جدا مع أنهم كان بإمكانهم يساعدونهم لكن ما قدروا المنافقين فعليا أشباه الشياطين يقولون للإنسان كفر بعدين يتبرؤون منه أما اللي راحوا لقريش هذولة المجموعة فقعدوا يحرضون القريش على أنهم يتحزبون أحزاب كثيرة ويتوجهون للمدينة يحتلونها بالكلامة واللي بسبب هذا الأمر وبسبب هذا التحريط سارت معركة الأحزاب أو معركة الخندق لها أسماء كثير فأنزل الله سبحانه وتعالى في بني النظير هذه الآيات يقول فيها الله سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقدف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وإيد المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعدبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين أهزمه أين هنا وصلنا لنهاية القصة أتمنى أن القصة نالت على عجابك وفي نفس الوقت بإذن الله نشوفكم في الجمعة الجاية أين هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أصطفر قوته أبو إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته